ليس فقط من أمريكا وإنما من إيرانيا في تقريره الدوري عن الحالة السياسية في العراق أكد القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق أن عام 2022 شهد مرحلة إرساء دعائم دولة حزب الدعوة ولتحميل كل ما جرى من جرائم وانتهاكات وسرقات للحكوم السابقة في إطار صراع محدد بسقف مفروض على القوى المتخاصمة التي لا يمكنها تجاوزه وبين التقرير أن ما يجريه السودان من تصفية لأتباع الكاظم بذارعة مكافحة الفساد تعد إجراءات تغطية على فضائح أكثر شررا وأكبر ضررا على العراقيين لكنها أكثر نفعا وأوسع تحصيلا لأحزاب السلطة فحكومة السودان ليست سوى وسيلة متحكم بها لتسير بعض الأمور بوصفها واجهة أرادت قوى الإطار التنسيقي تقديمها أمام الأنظار وضرب بعض الخصوم المنافسين وتوريطها في صراعات وعدوات سياسية مع أحزاب معينة التخبط السياسي الناجم عن الصراعات المستمرة أثر بشكل كبير على واقع النظام من ناحيتين السياسية والأمنية بحيث بات الوضع داخل العراق من هاتين الناحيتين غير محضي بالثقة لدى عامة الأنظمة والدول التي تصر على الاعتراف بحكومات العملية السياسية رغم فشلها وعن المحور الأمني أوضح القسم السياسي بالهيئة أن القصف الإيراني على الأراضي العراقية ما هو إلا خطوة متطورة للقصف المتتابع الذي تنفذه الميليشيات منذ وقت طويل بواسطة الصواريخ أو الطائرات المسيرة الملغمة ولم يغب ملف حقوق الإنسان عن تقرير القسم السياسي حيث ما زال هذا الملف يشهد انتهاكات جسيمة تتمثل في الإخفاء القسري والاعتقالات العشوائية والتعذيب وقمع الحريات والتغيير الديمغرافي المستمر وفي محور الفساد كانت قضية سرقة القرن حاضرة في التقرير باعتبارها واحدة من الشواهد الخطيرة على مستوى الفساد المالي والإداري الذي بات السمة الأساسية للعملية السياسية هذه السرقة التي كانت نتيجة لمخرجات جريمة القرن المتمثلة باحتلال العراق وتدميره وسرقة ثرواته وخيراته وما نتج عنها من الجرائم والانتهاكات على جميع المستويات